عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وسبل التصدي للتحديات والعقبات التي تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بدرسة مشكلات المصنع المتعثرة كما أكد أهمية السعي جهد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي مشددا على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسيد أحمد كوجوك وزير المالية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض محور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور بما يرفع حجم وقيمة الصادرات استلعية ويعزز الاقتصاد الوطني ككل على النحو الذي ينعكس إجاباً على مستويات المعيشة للمواطنين وقد شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة وأن التغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر ومواجهاً في هذا الصياق باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزرية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الوعدة في مصر ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي لفتاً إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية فضلاً عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة كما وجه السيد الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع حفاظاً على ما تم دخله بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال